حرب شركت فيها امريكا بنصف مليون جندية وتلقت فيها هزيمة عسكرية قاسية هي الاولى في تاريخها حرب فيتنام او حرب الهند الصينية في اعقاب الحرب العالمية الثانية بدأت حرب فيتنام والمعروفة ايضا باسم حرب الهند الصينية وهي الجزيرة التي تضم كل من فيتنام وماينمار وكمبوديا ولاوس وتايلاند في عام 1946 وحتى عام 1954 والتي اعلنت خلالها فيتنام استقلالها التام وكان احد البنود المتفق عليها في مؤتمر جينيف الذي تم عقده عقب هزيمة الفرنسيين في معركة ديان ديان الانسحاب الفرنسية وانتهاء حكمها الاستعماري على الهند الصينية وتقسيم فيتنام الى دولتين يفصل بينهما خط عرض على ان تكون جنوب فيتنام وعاصمتها سايغون تحت رئاسة الامبراطور باو داي فيما اصبحت هانوي عاصمة فيتنام الشمالية وتحت حكم هوتشي مينا الا ان هذا التقسيم لم يكن في صالح البلاد على الاطلاق حيث كانت شمل فيتنام تحت نظام شعوعي واقتصاد مخطط فيما دافعت في المقابل جنوب فيتنام عن الديمقراطية الليبرالية والرأس مالية وخلال هذه الفترة قادت فيتنام الشمالية بكل الطرق الى اعادة توحيد البلاد وهو الامر الذي دعمه كل من الصين والاتحاد السوفيتي وقتها الا ان الرفض جاء من قبالة الولايات المتحدة الامريكية التي خشت من ان تقع المنطقة باكملها في ايد الشيوعية وفي المقابل رفضت جنوب فيتنام اجراء استفتاء شعبي لاعادة توحيد البلاد هذا الرفض لم يعجب قادة الشمالي وقتها لذلك شرعت الجبهة الوطنية لتحرير فيتنام والمعروفة باسم الفيتو كينغ بحرب عصابات مدعومة من النظام الفيتنامي الشمالي وهذا كله سعيا لازاحة الحكومة الفيتنامية الجنوبية بعد رفضها لاجراء الاستفتاء في هذا التوقيت تدخلت الولايات المتحدة الامريكية بصورة مباشرة في الحرب عام الف وتسعمائة وخمسة وخمسين والتي ساعدت فيها فيتنام الجنوبية بالمال والقوات العسكرية والاسلحة من اجل الاحتواء على الانتشار العالمي للشيوعية فيما كان شمال فيتنام مدعوم بالاسلحة والمستشارين العسكريين من الصين والاتحاد السوفيتي هذه الحرب امتدت اذرعتها وطالت الدول المجاورة مثل لاوس وكمبوديا اذ لجأ اليها المقاتلون الذين كانوا من القوات المتمردة التي تهاجم حكومة جنوب فيتنام الا ان هذا الامر قبله قرارات من الولايات المتحدة المشاركة في الحرب اتصفت بالوحشية والقسوة وهو ما ادى الى مقتل اكثر من اربعة ملايين عسكري ومدني فيتنامي ونحو ستين الف جندي امريكية بالاضافة الى استخدامها المكثف للاسلحة الكيميائية مما ادى الى انتشار التلوث الزراعي في فيتنام وازالة الغابات وقد بلغت مشاركة الولايات المتحدة في الحرب ذروتها عام 1968 عندما ارسلت حوالي نصف مليون جندي امريكي على فيتنام وهذا بعد حدثة خليج تونكين عندما اشتبكت قوارب الدورية الفيتنامية الشمالية مع مدمرة امريكية دخلت المياه التي ادعى الشيوعيون انها ملكهم وبسبب تلك الحادثة قررت الحكومة الامريكية التدخل بشكل جماعي في الحرب ومع ذلك نجحت الجبهة الشمالية بمساعدة الصين والاتحاد السوفيتي في الانتصار على الولايات المتحدة الامريكية لتكون بذلك الهزيمة الاولى التي تتلقاها امريكا في تاريخها باكمله وفقدان كامل نفوذها في منطقة الهند الصينية خاصة بعد انتشر الحركة السلمية التي طالبت بضرورة انهاء الصراع والتي اثرت بشكل كبير على الرأي العام الامريكي بسبب زيادة عدد جنودها الذين قتلوا في الحرب والنتيجة لهذه الضغطات وتحديدا في السابع والعشرين من شهر يناير عام 1973 وقعت حكومة الولايات المتحدة الامريكية على اتفاقيات باريس للسلام والتي نصت على انهاء الاعمال العدائية وانسحاب جميع القوات الاجنبية من الهند الصينية مما ادى الى زعزعة استقرار حكومة الولايات المتحدة ورئيسها ريتشارد نيكسون الذي استقل في اغسطس عام 1974 بعد هذه الفضيحة ليتم بعدها اعادة توحيد البلاد بشكل تدريجي دون تدخل خارجي حيث استمر الصراع بين الجانبين الشمالي والجنوبي الفيتنامي في عام 1975 وانتهى في نفس العام باستلاء القوات الفيتنامية الشمالية على العاصمة سايون في الثاني من شهر يوليو عام 1976 ليتم شمل البلاد تحت اسم جمهورية فيتنام الاشتراكية